اشتركوا في القناة قال في الباب الثاني باب فضل التوحيد وما كفروا من الذنوب لو قال قائل هذا الباب يدل ان المؤلف يرى ان التوحيد ليس بواجه نقول لا قدم اي باب باب وجوب التوحيد قدم اولا باب وجوب التوحيد عندنا قاعد يذكرها العلماء ان ذكر فضل الشيء لا يعني ان الشيء ليس بواجه من صام رمضان ايمانا واحتسابا هذا لا يعني انه صيام رمضان ليس بفرد صلاة الجماعة هذا لا يعني انه صلاة الجماعة ليس بواجه مفهوم اذا ذكر فضل الشيء لا يعني انه الشيء ليس بواجه ونقول المؤلف قد جاء لماذا جاء بهذا الباب قلنا جاء بالباب الاول حتى يبيق ان التوحيد اوجب الواجبات واول الواجبات ودعوة الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثنى في فضل التوحيد حتى تشتار لان كثير من الناس لا يريد يسمع التوحيد والله لو الدرس هذا درسنا في كتاب النكاح شوف ما شاء الله تنشيح الصدور أعوذ بالله واذا ذكر الله وحده مش مأزد قلوب الذين لا يدمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستفشرون ابن سعد رحمه الله في منظومة القواعد الثقهية منظومة قواعد ثقهية في كل شرح عندما شرح هذه المنظومة في كل موضع لا يأتي بمثال فقهي يأتي بمثال في التوحيد لماذا؟ لأنه عرف سبب موجوده في هذه الدنيا وأن التوحيد هو أصل الأصول صح؟ أي نعم ولهذا قالوا الفقه الأكبر لماذا؟ في العقيدة في التوحيد إذن لابد أن يكون شغلك الشامل هو التوحيد فضل التوحيد حتى تشتاق